انتهت الهدنة الأممية في اليمن مساء أمس الأحد دون تمديد بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ للمرة الأولى في الثاني من إبريل الماضي واستمرت ستة أشهر مددت خلالها مرتين حال موقف الحوثيين الرافض لمقترحات المبعوث الأممي دون تمديدها الحكومة اليمنية على الفور أعلنت عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الأممي ودعت مجلس الأمن للتعامل بجدية مع ميليشيات الحوثي مذكرة بموقفها وتنازلاتها التي وصفتها بالكبيرة من أجل الشعب اليمني الحوثي هنا استمر في انتهاكاته وخروقاته العسكرية التي لم تتوقف طوال فترة الهدنة فألاف الخروق سجلت في جميع الجبهات كما شددت أو الميليشيات زادت من هجماتها المكثفة على التعز في محاولة لقطع الطريق الوحيد الذي يربطها بعدا وبالتزام والنفذ الحوثي عدت عروض عسكرية في صنعاء وذمار ومأرب والحديدة عرض فيها أسلحة تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وأبدت الميليشيات رفضا مطلقا لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق بين المحافظات كما رفض الحوثي إعادة مشتقات أو توريد إعادة عائدات مشتقات النفط من ميناء الحديدة والتي قدرها وزير الخارجية اليمني بمائتي مليار ريال لدفع رواتب الموظفين الحوثي أيضا ذهب إلى التصعيد قبل انتهاء الهدنة بساعات أصدر بيان عسكري يحذر فيه الشركات النفطية العاملة في اليمن بضرورة مغادرة اليمن المحللون اليمنيون يجمعان اليوم على أن الحوثي كان المستفيد الوحيد من فتح مطار صنعاء للرحلات الجوية للقاهرة وعمان وكان الغرض الأول من فتحها أن يسافر على هذه الرحلات المرضى والحالات الطارئة ولكن الحوثي تحكم في الرحلات والذين غادروا على متنها كانوا من التجار وأقارب الحوثي والنافذين أيضا بالحديث عن تسهيل دخول مشتقات الوقود والبضائع عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات كان الاتفاق أن تدفع عائدات الرسوم الجمركية للوقود مرتبات الموظفين اليمنيين إلا أن الحوثي لم يلتزم بذلك طلب من الحوثي أيضا فتح طرق تعز هذه الطرق المغلقة التي تغلق على أكثر من أربع ملايين يمني لكنه أيضا رفض هذه الطرق المغلقة التي تغلقها